بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركات أهلا وسهلا ومرحبا بالرائعين والرائعات والمتألقين والمتألقات والمتفوقين والمتفوقات أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول الابتدائي اليوم بإذن الله تعالى معنا سورة عظيمة من سور القرآن الكريم إذن تعالوا نتعرف على مادتنا إذن القرآن الكريم والدراسات الإسلامية قسم القرآن الكريم موضوع درسنا سورة الناس من الآية الأولى إلى الآية الثالثة فتعالوا نتعرف على أهدافنا التي نسعى للوصول إليها وإلى تحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى وإلى أهدافنا التي نسعى للوصول إليها وليتحقيقها أولا أن يطبق الطالب أو الطالبة أداب التلاوة الطهارة الاستعاذة والبسملة تحسين الصوت أيضا أن يحفظ الطالب أو الطالبة الآيات من واحد إلى ثلاثة من سورة الناس أيضا أن ينطق الطالب أو الطالبة الكلمات التالية نطقا صحيحا أعوذ بربي إلهي كل هذه الكلمات نريد أن ننطقها نطقا صحيحا أن يشدد الطالب أو الطالبة النون المشددة في كلمة الناس وفي بداية كل درس نتذكر بعض التنبيهات التي تعيننا على أن نقرأ قراءة صحيحة قراءة متقنة هذه التنبيهات أولها المتابعة في المصحف لا بد أن تكون المصاحف بين أيدينا ونفتح على سورة الناس حتى نتابع وننظر في المصحف أيضا هناك قارئ يقرأ نريد أن نستمع منه كيف ينطق النطق الصحيح إذن التركيز على كيفية النطق الصحيح هناك شيء مهم أيضا لا بد أن ننتبه له وهو عدم الاستعجال نريد أن نقرأ بتأني لأن بالتأني دائما نستطيع النطق ما نريد إذن القراءة بتأني عند التطبيق وعدم الاستعجال الجودة والتلاوة الصحيحة ستأتي بإذن الله تعالى معنا ولكن أهم شيء لا نستعجل أيضا من الأمور المهمة كثرة تكرار المقطع المراد حفظه الذي يكرر الذي يقرأ بدون تكرير لا يرسخ الحفظ في ذهنه لابد أن نكرر أكثر من مرة ونعيد 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 حتى نستطيع حفظ المقطع المراد حفظه علينا دائما قبل أن نمس المصحف قبل أن نمسك المصحف ونمس المصحف علينا أن نتوضى لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر والله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون ماذا يفعل هذا الشاب؟ إنه يتوضى أيضا نحن نريد أن نتوضى قبل أن نمس المصحف أيضا علينا أن نختار المكان البعيد على الإزعاج والتشويش والضوضاء المكان المهيئ للتلاوة وبعد أن تهيئنا وجلسنا في المكان المناسب ما رأيكم أن نبدأ بمراجعة ما حفظناه في الدرس الماضي؟ ما رأيكم أن نراجع حفظ السورة الفاتحة؟ هل أنتم حفظتموها وأتقنتموها؟ بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين أعوذ الكلمات من سورة الناس ونتدرب على قراءتها مستعدون؟ ما شاء الله عليكم دائماً على أهبة الاستعداد قبل أن نقرأ هذه الكلمات سورتنا اليوم دائماً المسلم يحرص على قراءتها متى؟ اسمعوا هذا السؤال وأجيب عنه سورة من سور القرآن يقرأها المسلم في الصباح والمساء هناك هناك سورة أخرى أيضاً عدة سور تقرأ لكن المقصود من هذه السور سورة اليوم ما سورتنا اليوم؟ أحسنتم إنها سورة الناس إذن سورة الناس دائماً يقرأها المسلم في الصباح والمساء الآن سنقرأ هذه السورة قراءة فردية ثم بعد ذلك نقرأ القراءة الترديدية التي تعودنا عليها الآن عفواً الآن سنختار بعض الكلمات سنختار بعض الكلمات لنقرأها ثم بعد ذلك نقرأ القراءة الترديدية والفردية ونستمع للشيخ وهو يقرأ إذن في البداية سنختار بعض الكلمات لنتدرب على قراءتها انظروا هنا انظروا هنا نحاول أن نقرأ هذه قل قل أ أحسنتم قل أعوذ أحسنتم قل أعوذ بربي رددوا معي قل أعوذ بربي قل أعوذ بربي أحسنتم بارك الله فيكم انظروا هنا من يقرأ هذه الكلمة أحسنتم قرأنا الآية الأولى قل أعوذ بربي الناس الآن هذه ملك الناس انتبهوا لا نخطئ في سورة الفاتحة عرفنا مالكي عرفنا مالكي وهنا مالكي إذن نقرأ هذه مالكي مالكي الناس ولا نخطئ فنقرأها مالكي وإنما هي مالكي مالكي الناس أحسنتم لاحظوا هنا هذه اسمها ماذا وهذه اسمها ماذا وهذه اسمها ماذا هذه حركة من الحركات تسمى الشد تشد الحرف وتجعله قويا تشد الحرف وتجعله قويا لأنها عبارة عن حرفين هي تربط بين حرفين ولذلك يصبح حرفا قويا مشدودا نقول الناس الناس رددوا معي الناس أحسنتم بارك الله فيكم إذن نقول ملك الناس أيضا إله الناس أحسنتم أيضا قل أعوذ برب الناس ننتبه للتشديد في هذه الكلمة ننتبه للتشديد في هذه الكلمة انظروا إلى كلمة إله 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 لاحظتم إله بارك الله فيكم ننطقها بالشكل الصحيح إله الناس أحسنتم و بارك الله فيكم أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصاد لننال من ربنا الأجور والحسنات مستعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم ما أجمل حماسكم وما أحسن تنافسكم أشكركم أشكركم هذا هو مجال التنافس إنه القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم نحرص دائما على حفظه وعلى قراءته أما الآن فسأقرأ لكم هذه السورة أو المقطع المراد من هذه السورة قراءة فردية ثم بعد ذلك نقرأ القراءة الترديدية سأفتح على سورة الناس حتى أقرأها إذن أفتح الآن على سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وعيدها مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الآن سننتقل للقراءة الترديدية رددوا معي الآن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس أعوذ برب الناس أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس شكرا شكرا لكم على هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات مرة أخرى من القارئ الكريم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن تبارك الرحمن على طلاب وطالبات صف الأول ابتدائي الذين تابعوا الدرسة بإتقان نختم الآن بقراءة هذه الآيات قراءة ترديدية فهل أنتم مستعدون ما شاء الله عليكم تابعوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أحرصوا دائما على هذه السهرة فهي نقولها في الصباح والمساء لأنها من الأذكار التي يحرص عليها المسلم وبعد أن قضيتم معكم هذا الوقت الجميل واتدرسنا كتاب الله العظيم لا يسعني إلا نشكركم أيها الرائعون والرائعات والمبدعون والمبدعات وإلى درس جديد ورقايا آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير وفي صحة وعافية وفي أمن وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته